تتجه أنظار العالم اليوم إلى مملكة البحرين لمتابعة الزيارة التاريخية والاستثنائية التي يقوم بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين تلبية لدعوة من جلالة الملك المعظم ما يؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين إقليمياً ودولياً مملكة البحرين اليوم أصبحت ما حطى أنظار العالم وبحل اهتمام الصحف والوسائل الإعلامية العربية والعالمية وذلك تزامناً مع زيارة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمملكة البحرين تلبية لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم والذي يشارك خلالها في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانية بحضور الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء مسلمين وتشكل هذه الزيارة التاريخية لقداسة البابا علامة على الوحدة والحوار في لحظة تاريخية مهمة ولقاء بين الشرق والغرب في واقع متعدد الأعراق والثقافات والأديان كواقع مملكة البحرين وتحمل زيارة البابا إلى مملكة البحرين رسالة إلى العالم أجمع بأن مملكة البحرين هي موطن التعايش والسلام ومركز لحرية الأديان والعبادات وهو ما عزز مكانتها في الخارطة العالمية للتعايش ونشر السلام ترجمة نانسي قنقر